بطولة استادات طبعا كانت يا أسامة في كرة اليد بطولة كأس استادات الدولية لكرة اليد تحت 20 سنة البطولة ضمت مصر ورومانيا والمجر أعتقد تنظيم بما أننا بنتكلم عن أمفنتين وبنتكلم عن الاحترافية والإشادة باحترافية الأهلي أكيد كمان يا أسامة محتاجين نقف عن كل إيفنت بيتعمل أو كل حدث بيتعمل وكل حاجة أنت بتحاول تقدم فيها شكل محترف شكل ياليك بمصر تبدأ توري صورة أن أنت قادر تستضيب بطولات تبدأ تدي رسالة وأنا بشوف أن عندنا فيما يخص كمان الصلاة تحديدا لأسامة عندنا بنية مجهزة أن احنا نروح لحتة جيدة جدا في استضافة الأحداث الخاصة بالصلاة شوفنا قبل كده في كرة اليد أيضا للكبار كاس العالم اليد وكان في زيادة صعبة جدا كورونا والفقاعة وشوفنا قد إيه مصر قدمت يا جماعة رسالة عالمية ورسالة نموذجية نارضة أيضا شركة استادات بتقدم رسالة أن احنا قادرين أن نقدم صورة جيدة ونستضيف أحداث ونكون بنعكس صورة احترافية وقدرات لدى مصر على استضافة الأحداث المختلفة طبعا كل الشكر والتحالي شركة استادات وأكيد كل المباركة لمنتخبنا منتخب مصر لشباب كرة اليد اللي توج بالبطولة ويعني رسالة مهمة جدا على مستوى التتويج أو على مستوى التنظيم يا أسامة بنشكر كل القائمين على شركة استادات بالتأكيد يعني ده اللي اعتدنا عليه من شركة استادات لما بيكون فيه تنظيم بطولة أو فيه تنظيم أي حدث بيكون على أعلى مستوى والجميل في البطولة هو الفوز والفوز اللي تحقق كده بالطريقة القاضية يعني في آخر ثانية في المباراة المنتخب المصري لكرة اليد تحت 20 سنة بيقدر يسجل هدف الحسم هدف الفوز والبطولة بعدما كانت تعادل 29 29 وفي آخر ثواني المباراة بيسجل المنتخب المصري ودي طبعا لقطة كابتن المنتخب مع كأس البطولة نتمنى إن شاء الله يعني من الفريق ده تحت 20 سنة لنلاقي نجوم كبار يعني يخطو خطوات واسعة في عالم الاحتراف تعرفين المنتخب المصري في كرة اليد له اسمه وتاريخه يعني بفضل مجهودات كبيرة جدا 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 كان طبعا بدأها دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وتنظيم بطولة 1993 المنتخب المصري جهر نبيل وسامح عبدالوارس وأشرف عواض وأيمن صلاحه مجموعة من اللاعبين اللي حولوا هوية منتخب مصر لكرة اليد فأصبح من وقتها منتخب مصر لكرة اليد موجود دايما وأبدا ضمن السبع العظماء نتمنى من هذا المنتخب اللي فاز ببطولة استدادات الوديع على منتخب المجر في هذه المباراة يعني اللعبة قبل الحلقة يمكن بساعة فقط لغير مبروك ليهم إن شاء الله ونلاقي منهم نجوم يكملوا مسيرة المنتخب المصري ويا رب في يوم من أيام نحتفل بكأس العالم للكبار يعني منظومة الاتحاد المصري لكرة اليد يعني والمنتخبات الوطنية أعتقد قادرة يا فارس إنها يعني تحقق اللقب ده أكيد طبعا وزي ما بتكلم على مستقرة اليد دي من اللعبات اللي مصر لها تاريخ رائع فيها وزي ما قلنا على مستقرة التنظيم نتمنى إن تكون البادرة دي نقدر نستفيد ونبني عليها كتير جدا من بطولات اللي نقدر ننظمها ومصر قادرة على المستقرة التنظيمي وشركة ستاد قدمت الرسالة